ما مصادر المعرفة وما علاقتها بالمنهج المدرسي؟ من مصادر المعرفة الإنسانية واحد الوحي وهو من الله تعالى لأنبيائه ورسله فعن طريقه وصلت الأديان السماوية للبشر ونزلت الكتب المقدسة التي آخرها القرآن الكريم والوحي انقطع بوفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين اثنين العقل وهو مصدر مهم من مصادر المعرفة لأنه هو الذي يقوم بترجمة الانطباعات الحسية في ضوء ما لديه من خبرات سابقة حولها ويمنحها المعنى كما أن العقل يقوم بالعمليات العقلية اللازمة لاكتساب المعرفة ثلاثة الحواس وهي سبل الاتصال المباشر بالعالم الحسي حولنا والحواس محدودة لا توصل إلى المعرفة وإنما تنقل إلى العقل انطباعات حسية والعقل هو الذي يعطيها المعنى من هنا على مخطط المناهج الدراسية ومنفذيها تدريب المتعلمين على استخدام حواسهم استخداما صحيحا أربعة الحدث وهو قوة باطنية تدرك حقيقة الأشياء بمجرد النظر إليها من غير إعمال عقل في نتائجها كما يحدث لبعض الأشخاص حينما يدركون حقيقة موضوع ما فجأة وبدون مقدمات خمسة الإخبار عن الغير ويشمل الإخبار عن الغير ما نقرأه في الكتب وغيرها من المواد المطبوعة وأيضا ما نسمعه عن الغير ويمكن الإفادة من هذا المصدر ولكن بحذر حتى يكون هذا المصدر مأمونا في حصولنا على المعارف والمعلومات ترجمة نانسي قنقر